من الذي يبدو من الروايات أن الفضل بعد الإمام الرضا يرجع إلى القاسم سلام الله عليه وذلك لأمره روايتان وهتان الروايتان صحيحتان الرواية الأولى لاعتناء الإمام الكاظم به يعني بالقاسم فقد خرج في سفر سلام الله عليه ونصب الإمام الرضا سلام الله عليه ثم سئل عن القاسم فقال لو كان الأمر لي لجعلته مكاني لحبي ورأفتي له هذا ما يدل على يقول هذا الأمر بيد الله جل وعلا فهذا يدل على مقامه عند أبيه ثانيا أن الإمام سلام الله عليه يبعثه لمهام خاصة دون غيره من إخوانه وهذا يدل على أنه رجل مهمات صعاب سلام الله عليه الأمر الثالث طبعا أن أهل البيت وأولادهم مشردوا بس شوف شلون التشرع عند هذا الشاب قبل أن يخرج من المدينة متخفيا استشار الإمام الرضا سلام الله عليه وهذا يدلنا على تشرعه يعني يقول أنا عندي إمام وهذا الإمام آخذ من الأوامر والإمام بعد أبي موسى بن جعفر هو الإمام الرضا سلام الله عليه فلابد آخذ أوامري منه صلوات الله وسلامه عليه الزي الزي شكرا